بسم الله الرحمن الرحيم أصعد الله صباحكم طالبات وطلاب الصف الثامن وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركة اليوم أحبتي سوف نأخذ درس المفعول المطلق سوف نأخذ درس المفعول المطلق تابعوا معي المفعول المطلق تعريفه هو اسم منصوب يؤتى به من لفظ فعله الذي قبله أو هو اسم مصدر منصوب من مأخوذ من فعل صادق له في الجملة انتبهوا إلى الأمثلة قال تعالى كلم الله موسى تكليماً أين المفعول المطلق هنا؟ تكليماً كلم تكليماً إذن المفعول المطلق هو تكليماً أخذناه من نفس حروف الفعل كلم تكليماً أو إذا لم تستطيع معرفته فقل كلم قام بفعل التكليم قام بفعل التكليم احترمت عمي احتراماً احترم احتراماً المفعول المفعول المطلق هنا هو احتراماً إذن احتراماً 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 انطلق العداء انطلاق السهمي انطلق انطلاق إذن المفعول المطلق هنا انطلاق لاحظوا أننا إذا لم نستطيع استخراج المفعول المطلق قلنا الجملة الآتية احفظها صفتاماً بنات شباب احفظوها انطلقاً قام بفعل الانطلاق احترم قام بفعل الاحترام كلم قام بفعل التكليم وهنا يخرج معكم المفعول المطلق الآن ما الهدف او ما الغاية من المفعول المطلق اولاً تأكيد وقوع الفعل اذن هنا بدنا نأكد على وقوع الفعل مثل ورتل القرآن ترتيلاً هنا اكدنا وقوع الفعل هنا اكدنا وقوع الفعل ثانياً تأكيد وقوع الفعل وبيان نوعه بنا نبين شو نوع الفعل يثب أحمد وثوب الأسدي هنا اكدنا الفعل وبينا نوعه بينا نوعه زي مين يعني مثل الأسد مثل الأسد ثالثاً تأكيد وقوع الفعل مع بيان عدد مرات وقوعه مثل درت حول الملعب دورتين دورتين هنا دلت على المرات التي حدث فيها الفعل اذن الغاية يجب عليكم حفظها الغاية من المفعول المطلق أولاً تأكيد وقوع الفعل تأكيد وقوع الفعل وبيان نوعه تأكيد وقوع الفعل مع بيان عدد مرات وقوعه الآن تابعوا معي التدريبات صفحة 38 إلى 52 أولاً احتراماً القاء الثاني القاء ثالثاً دورات دورات تابعوا معي على الكتاب وسأفتح الكتاب أيضاً أنا رابعاً صفحة 38 خلينا نبدأ من البداية من بداية الأمثلة الآن احترمت عمتي احتراماً ثانياً ألقى الطفل القصيدة القاء الشاعر دارت المركبة الفضائية حول الأرض حول الأرض ثلاثاً دورات ثلاثاً حاورت سعاد أباها المثال السؤال الرابع حاورت سعاد أباها محاورة ويجوز حواراً يجوز الاثنتين محاورة وحواراً محاورة وحواراً الخامس يفيد النهر يفيد النهر فيضاناً يفيد النهر فيضاناً السؤال الثاني اضبط آخر ما تحته خط ضبطاً تاماً أعامل الناس ماذا أضعون معاملة حسنة معاملة حسنة مهما إذن أضع تنوين الفتح على معاملة وحسنة السؤال الثاني عاهدت نفسي معاهدة صدق أيضاً تنوين الفتح على معاهدة مفعول مطلق صدق مفعول معاهدة مفعول مطلق وصدق أيضاً تنوين الفتح ثالثاً تنوين الكسر ومتأملة تنوين الفتح لماذا هنا؟ لأن نظرات ماذا؟ من يجيب؟ أظنكم قلتم لأنها نظرة نظرات جمع مؤنث سالم تجر بالكسرة تنصب بالكسرة عفواً عوضاً على الفتحة الآن سددت اللاعب الكراء على المرمى تسديدات أيضاً هنا تنوين الكسر تنوين الكسر اعتذرت إلى صديقي اعتذار فتح النادم اعتذار النادم أثبتت المرأة إثباتاً لا شك فيه أنها قادرة على أن تدير أي مؤسسة أي مؤسسة إدارة تنوين الفتح فاعلة ومتميزة لننظر إلى السؤال الثالث عين المفعول المطلق وبين فائدته الغاية منه فيما يأتي الآن السؤال الأول انتبهوا يوجد الآية القرآنية وهنا رأى تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوعه ووقوعه المثال الثاني تفوقت تفوقاً اللي هي تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوعه ووقوعه نوع وقوعه أحاول الآخرين حواراً هادئاً حواراً تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوعه نوع وقوعه رحل المستعمر رحيل الدليل تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوع وقوعه زارت خديجة تجارتها المريضة زيارتين تأكيد وقوع الفعل مع بيان عدد مرات وقوعه هزت القصيدة مشاعر المستمعين هزاً تأكيد وقوع الفعل صفق الجمهور تصفيقاً حاراً إعجاباً بهدف المبادرة تصفيقاً تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوع وقوعه قال فؤاد الخطيب في وصف جيوش الثورة العربية الكبرى ومشت تدك البغية مشية واثق بالله والتاريخ والأمشادي مشية تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوع وقوعه قال المغترب أشتاق إلى وطني اشتياق النحلة إلى لثم الزهرة هنا اشتياق تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوع وقوعه أحافظ على الممتلكات العامة محافظتي على بيتنا محافظتي تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوع الآن انظروا أحبتي إلى السؤال الرابع أحبتي انظروا إلى السؤال السادس السادس وليس الرابع والخامس سأجعلهم وظيفة لكم السؤال الرابع والسؤال الخامس وظيفة لكم أحبتي الآن السؤال السادس بين نوع المنصوبات التي تحتها خط فيما يأتي أحترم القانون احتراما مفعول مطلق هنا قمت احتراما للضيف هنا مفعول لأجله يستحق عامل الوطن الاحترام والتقدير مفعول به إن احترام الصغير للكبير واجب إن إسم إن إحترام إسم إن لأجل ليكن احترامنا الآخرين احتراما نابعا من قناعتنا بأهمية قبول الآخر هنا جاءت خبر يكن مضارع كان السؤال السابع طبعا هنا النموذج جدا مهم أحبتي الرجاء قراءته وفهمه والآن سأقوم لكم بحل السؤال الثاني أعرب ما تحته خط إعرابا تاما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا صبا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره شقا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره با استقبلنا اللاعبين الفائزين استقبال الأبطال استقبلنا استقبل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع وضمير الرفع إنه مبني في محل رفع فاعل اللاعبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه ألياء لأنه جمع مذكر سالم استقبال مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف جيم أخرج سعيد المسرحية إخراجا متقنا أخرج فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره سعيد فاعل مرفوع على مترفع تنوين الضم الظاهر على آخره المسرحية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره إخراج المفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره كل الحب لكم أحبتي والرجاء حل السؤال الرابع والخامس هذا واجب عليكم كل الحب لكم أتمنى أن ألقاكم في القريب العاجل وسلامي إلى عائلاتكم الكريمة كل عام وأنتم بخير معلمتكم المحبة لم يلم حاسن